اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب مستشار الامن الوطني رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة ان رياضة الفروسية في البحرين اصبحت مثالا يحتذا في المشاركات الخارجية من خلال حصد العديد من الانجازات والتي تؤكد المكانة المتميزة لهذه الرياضة في مشاركاتها العالمية مشيرا الى ان هذه الانجازات ثمرة الرعاية التي تحظى بها هذه الرياضة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه واشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالانجاز الجديد الذي سجلته مملكة البحرين في مشاركاتها الخارجية عبر فوز المهر جولدن هورد لاستبلات المحمدية ريسنج لسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد الخليفة حيث ان فوز المهر بالمركز الاول في مهرج رويل اسكوتا الملكي في مدينة اسكوتا البريطانية يؤكد النجاح الكبير للمشاركات البحرينية الخارجية واعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تهانيه الى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد الخليفة وحرص سموه على تقديم كامل الدعم لاستبلات المحمدية ريسنج والذي ضرب اروع الامثلة في مشاركاته الخارجية باسم المملكة الغالية مشيرا سموه الى ان هذا الانجاز يجسد المكانة المتميزة لرياضة الفروسية في المشاركات الخارجية والحرص على مواصلة حصد الانجازات وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان الانجاز الذي تحقق لاستبلات المحمدية ريسنج سيكون حافزا لمزيد من الانجازات في الفترة القادمة مقدما سموه كل التهاني والتبركات الى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد الخليفة ولإستبلات المحمدية ريسنج وجاء فوز المهر جولدين هورد بالمركز الاول بعد منافسة قوية في اليوم الرابع من مهرجان ريال اسكوت الملكي في شوط الكومينستيك للفئة الاولى عبر القيادة الناجحة لادام كيربي والمدرب كلايف كوكس ترجمة نانسي قنقر